السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام نقدم لكم جديد أخبار جزائر لحظة بلحظة ونتابع أيضا تطور فيروس كورونا كوفيد 19 في الجزائر إذن نوافقكم بآخر مستجدات حول حصيلة كورونا الأولية لنهار اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر الجام في 2022 وهذا حسب مصادر استشفائية وفي حدود الساعة الواحدة زولا فقد تم إحصاء 325 إصابة جديدة وكذلك 161 حالة ماثلة للشفاء ومغادرتها المستشفى والحمد لله وتسجيل خمس حالات وفاة رحمه الله خلال 24 ساعة الأخيرة وكما نتمنى أن تسجيل الجزائر اليوم تراجعاً في عدد إصابات الجديدة اليومية وسنوفيكم متابعين الكرام بالحصيلة الكاملة والرسمية لاحقاً بعد الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة الجزائرية ابقوا في المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر